صديقي فتحها في أي وقت تريد كما تلاحظ على هذا الشكل وأيضا يمكنك تحميلها من خلال السهم تريد قراءة رسائل الواتساب المهدوفة ومشاهدة الصور والفيديوهات الملسلة لمشاهدة لمرة واحدة قيود واتساب أصبحت من الماضي واتساب التي أمامك أصدقائي نسخة تبقى الأصل نسخة الآيفون ولكن بمميزات رهيبة جدا أولها مشاهدة حالة أصدقائك متخفيا وكذلك يمكنك تنزلها صديقي بالنقل على ثلاث نقاط سوف تجد خيار تحميل كما تلاحظ مع مجموعة من الديازات الأخرى كمشاهدة الصور المرسلة لمرة واحدة فعلى سبيل المثال سوف أقوم بإرسال رسالة ومشاهدتها مرة واحدة فعلى سبيل المثال سوف نقوم بإرسال مسجد كما تلاحظون الرسالة وصلت أو الصورة وصلت إذا فتحناها من الواتساب لعادي أصدقائي كما نلاحظ فإن الصورة سوف تختفي وليمكنك مشاهدتها مرة أخرى ولكن هنا يمكنك صديقي فتحها أي وقت تريد كما تلاحظ على هذا الشكل وأيضا يمكنك تحميلها من خلال السهم هنا أيضا نفس الشيء على الفيديوهات كذلك الرسائل المرسلة إيديك وتم حذفها سوف تبقى هنا فعلى سبيل المثال سوف أقوم بإرسال رسالة مرحبا مثلا وسوف أقوم بحذفها كما سوف نلاحظ تم إرسال الرسالة وصلتني والآن سوف أقوم أصدقائي بحذفها لدى الجميع إذا توجهنا إلى المحادثة في الواتساب العادي الرسالة تم حذفها ولكن هنا كما تلاحظون لا زالت موجودة هنا وسوف يأتيك إشعار بأن هذه الرسالة تم حذفها كما تلاحظ أيضا مميزات رائبة جدا داخل هذه النسخة بالتوجه إلى ثلاث نقاط هنا سوف نجد مجموعة من الخيارات أبرزها وضع الطيران عندما تقوم بتفعيله لن تصلك أي رسالة لأنك فصلت الأنترنت عن الواتساب وحده لن تستقبل الرسائل ولن يمكنك إرسال الرسائل حتى تقوم بإلغاء وضع الطيران إذا فصل إلى ذلك هناك علامة الزائد من خلال هذا الخيار التاني فون نامبر يمكنك مرسلة أي شخص عزيزي بدون أن تقوم بحفظ الرقم الخاص به في هاتفك مميزات رهيبة جدا أصدقائك تغيير التاني بالنقر على هذا الخيار مع مجموعة من الأدوات الأخرى داخل هذه النسخة الرائعة أما طريقة التشغيل سوف تفتح الواتساب عند تحميله تقوم بالنقر على ربط الجهاز بعد ذلك تقوم بالنقر على خيار link device هذا الخيار التاني ثم بعد ذلك سوف يعطيك الباركود أنت سوف تقوم بأخذ لقطة شاشة للباركود على هذا الشكل ثم تقوم بإرساله لهاتفك التاني أو لواحد من أفراد العائلة في المنزل على سبيل المثال سوف نقوم باختيار هذا الشخص ثم نقوم بإرسال هذه اللقطة الشاشة ثم بعد ذلك نقوم بالرجوع إلى التطبيع ثم نقوم أصدقاء العزاء بفتح الهاتف أو الواتساب الخاص بنا بالنقر على ثلاث نقاط ثم نقوم بالنقر على link device أو ربط الأجهزة ثم نقوم أصدقائي بأخذ تلقى لقطة الشاشة من الهاتف الثاني ثم نقوم أصدقائي بالنقر على link device على هذا الشكل ثم نقوم أصدقائي بإضافة الكود ثم نقوم بتوجيه الكاميرا لتلك لقطة الشاشة على هذا الشكل ثم ننتظر ريتما يربط الواتساب الرسمي بالواتساب الآخر كما تلاحظون الآن تم الربط بنجاح سوف نتأكد من ذلك نتوجه إلى الواتساب كما تلاحظون الآن يتم فتح الواتساب في النسخة الثانية نقوم بإعطائي الصلاحيات على هذا الشكل نقوم بتفعيل هذا الخيار ثم نضغط على تأكيد نعطيها الصلاحية على هذا الشكل نرجع إلى الغراء ثم ننتظر ريتما يعطينا خيار التالي أو الإلغاء وكما تلاحظون هذه هي النسخة التي أمامكم على شكل واتساب الآيفون به كل الإعدادات والمبيزات الخرافية